من يترك الباب في هذا الوقت المبكر؟ اني ينظف المنزل الآن سوف أذهب وأرى منه رجل تفضلي تفضلي معي ابنة عمي أيضا قافلت تفضل هي الأخرى هي تفضلها مرحبا يا بابي مرحبا أنا أحبك كثيرا شكرا لك حبيبتي شكرا لك وأنا أحببتك أيضا لا أنا أحبك أكثر أنا أحبك كثيرا كثيرا يا بابي وأخيرا نجحت خطتي جلبت أكبر مزعجة في العالم لتزعج بابي أين كنا يا بابي؟ أنا أعتزر منكم كثيرا لأن نظر في البيت الآن ليست مشكلة يا بابي ليست مشكلة يا إلهي لقد بدأ صغيري بالبكاء سوف يزعج طوال اليوم الآن أريد أن أمراك يا بابي وأتحدث معك طوال اليوم أنا سعيدة جدا أصحيح يا بابي نسيت أن أخبرك ابنة عمي رورو سوف تنتقل إلى جوارك لقد وجدت منزل بالقرب منك حقا يا راكل أهلا وسهلا أنا أرحب بالجميع سوف تكون جارتك يا بابي إنها في منزل مقابل أهلا وسهلا عزيزتي أهلا وسهلا بك في حينا سوف نراكي يوميا إن شاء الله نعم نعم يا بابي سوف نراكي يوميا وسوف أجلب أولادي أيضا وسوف يتعرفون على إخواتك لقد سمعت أن لديك إخوات جميلين وصريفين جدا 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 لقد أحبط لكم منزل الآن هاي 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 واو منزلك جميع جدا يا بابي منزلك رائع شكرا لك شكرا شكرا لك هيا صغيري هيا صغيري لا تبكي لا تبكي سوف تزعج بابي لا 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 يزعجين أهلا سهلا بك يا بابي صغيري يا سلام يا سلام إنها خطة تنجح إنها خطة تنجح آخر جارة كانت لابنة عمي رورو تتحمل أبدا وفقدت عقلها منها سوف تتحقق أحلام سوف تخلص نكي يا بابي وأنا سوف أدخل عالم الموضة وسوف أصمم الجميع سوف يأتون الجميع يشترون من متجري وليس من متجريك أنت يا إلهي أين كنا؟ كانت تخبرني أنها سوف تجلب أولادها وتعرفهم على أخوتي أها سوف تحبين أولادها كثيرا أيضا يا بابي ماذا تفعلين يا ستيسي؟ إني أرى من أتى هل عرفت مان؟ لا لم أعرف أنا أرى راكل وقفة مع واحد أخرى لست أعرفه وأنا أيضا لست أعرفه ماذا تفعلون؟ نحن نرى من هم الطيوف هيا تعالي يدخلي قبل أني روكي ابتحدي يا تشيلسي يريد أن نرى لماذا أنتم مواقفون؟ تفضل وجلوس لا لا يا بابي لا شكرا أنا مستعجلة علي أجلب إغراضي وأنتقل إلى جوارك سوف أكون سعيدة جدا بجوارك يا بابي سوف تتعرفين على أطفالي وتحبينهم كثيرا كثيرا انجروا إلى هذا الملاك الصغير صحيح أنه يبكي من أول ما دخلنا لكن لا تقلقي سوف تحبه وتعتالين على بكاه مع الأيام يا صغيري حبيبي هيا هيا بنا يا راكل أريد أن أجلب إغراضي وأتي إلى بابي سريعة ونريد أن أكون جارتها أنا سعيدة جدا نعم يا رو أنا مستعجلة أكثر منك لتأتي إلى حيننا سوف أكون سعيدة بك أيضا أنا أكثر واحدة سوف أكون سعيدة إنها تبدو مزعجة جدا وأيضا لديها أطفال أخرون يا إلهي ماذا كنا نقول كنا نقول أن سوف نأتي لزارت كمرة أخرى يا باربي لن نتخر عليكي غدا سوف تنتقل أبنك عمي إلى حيننا أهلا وسهلا بك يا رورو لا تتأخري تعالي كل يوم وزورينا بالطبع يا باربي وطبع سوف أأتي كل يوم وأزوريكي ليني أحبك كثيرا أنت مشهوري وجميلة أنا أعرفك من الزمن وريد أن أنتقل إلى جوارك أنا أحبك 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 شكرا لك شكرا لأنك متحمسة جدا لانتقال إلى جواري لكن أني لست متحمسة أبدا أه حسنا هيا اذهبي وضبي أمتعتك وتعالي سريعا إلينا حسنا حسنا سوف أذهب سوف أذهب حسنا حسنا يا باربي سوف أذهب معها لأنها جليلة يمكن أن تضيع في هذا الحي سوف أذهب وأرافقها مع السلامة يا ركيل يا إلهي كاد أن ينفج الرسم بكاء هذا الطفل أيضا نضيها طفلين آخرين يا ربي أستور أكيد سوف أكون سعيدة جدا بهذه الجارعة لا لقد ذهبوا هيا إلى باربي نرى منهم باربي باربي ماذا كانت تفعل ركيل عندنا ومن هي المرأة التي كانت معها لدي أخبار ليست سارة أبدا يا سكيبار نعم نعم يا باربي نريد أن نعرف منهم حسنا سوف أقول لكم لكنه خبر غير سارة بتعتني يا بنات هل رأيتم المرأة التي كانت مع ركيل؟ نعم يا باربي رأيناها ويبدو عليك أنك لم تحبها كثيرا ليس الموضوع أني أحبها يا سكيبار لكن الفكرة أنها سوف تكون جارتنا ماذا جارتنا؟ ومعا هذا الطفل المزعج الذي توقف عن البكاء؟ أجل سيقوزنا طول الليالي لا أعتقد يا ستيسي أن بيتها بعيد قليلا عنها لكنها قالت أنها سوف تأتي يوميا إلى بيتنا وهناك خبر ثاني غير سار أيضا ماذا يا باربي؟ لديها أيضا ولدان آخران غير هذا الولاد المزعج الذي لا يتوقف عن البكاء وكاد رأسي ينفجر منها المهم لا أدري هل هم أيضا مزعجان أم هم لطيفان؟ قالت أنها غدا سوف تأتي وسوف تجرب معها ولديها استعدوا لي غدا يا بنا سينفجر رأسي من مكاء هذا الطفل وأنا أيضا لم يسكن أبنا منذ أن دخلت إلى حتى من خرجها نعم لكنها بالنهاية تبدو لطيفة أليس كذلك؟ نعم نعم يا باربي إنها تبدو لطيفة لكني بصراحة لم أرتاح لها لأنها من أقارب راكل لا لا أنتم دائما تظلمون راكل إنها لطيفة وتبدو لطيفة مثل ابنات عمها حسنا هيا غدا سوف تأتي وسوف نرى ماذا سوف يحدث لقد قالت لي يا ستيسي أن لديها بنتا ميوس لسنك ترامنت سوف تحبها وسوف تكونون أصدقاء لست متحمسة عبدا لا دي لا دي يا باربي أرى أنهم مزعجون لا تظلميها يا ستيسي لم تريها بعد غدا انصفيتم وتتعرفون عليهم والآن يا بنات هيا فلنكمل أعمالنا وننظر في المازل هيا كل واحدة إلى عملها حسنا يا باربي أنا سوف أذهب وأغسر السحو أنا سأذهب لطيفة غرفة من يترك الباب يا باربي؟ لا أدري يا سكيبر سوف أذهب وراء السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم معنا بمويلوفلي تويز اليوم معنا لعبة جديدة من ألعاب ديفالوسي هي باربي ومع أختي ستيسي لابسين لباس تزلوج كبان معهم شوية اكسسوارات تانية هلا خلونا نفتحهم ونتعرف عليهم مابا هل ترون شايفين هون العسمينا باربي وستيسي هل تزلجون مثل ما شايفين اللعبة كثير كثير حلوة حتى الغلاف تبع اللعبة مثل ما شايفين ورسمينا صورة حديقة كأنها تزلجوا بالحديقة ستيسي وباربي هلا خلونا نفتحكم من التسليل شو شو جاية معهم مثل ما أن اللعبة هي عبارة عن دميتين معنا ستيسي وباربي ملابسنا كثير كثير حلوين لون فوشيو وبنفسجي كمان زهري وأبيض كثير حبيث ملابسة كمان جاي معهمة المشايفين هون حاملنا نضارة مربوطة بس المطاطة نفكها نضارة لون زهري هلا نجربها تشوفها إذا بس تجي على ستيسي أو ممكن تجي على باربي كمان كمان ستيسي لابسة خوزة مش عم تحمي راسها إما أنه عم تزلج نقيم الخوزة نشوفها عن جدي كثير كثير حلوة كثير كثير بتشبهها ستيسي الأصلية كثير حبيتها لون شعرها كمان حلو طبعا الأواعي نشلحها إياهم عن جد موديل كنزتها كثير كثير حلو كمان لابسة سوارتين باللون الفضي والبنافسجي الخوزة مرسومة عليها نجمات ننبسها إياها لستيسي كثير مو شايفين تنقدر ننبسها ونشلح إياها بسهولة بالطريقة هاي تفوتها بهاي الطريقة لابسة كمان حزاء التزلوج كمان كثير حلو لونه بنفسجي وفوشية طبعا ندر نشلحها إياها لللعبة كمان ممكن نلبسه إذا عنا أكتر من ستيسي ممكن نلبسها يوم عندي ستيسي ثانية إذا حابين كمان أن تكون صديقة ستيسي خبروني شو حابين يكون اسمه كمان نضع خوزة هلا نشوف باربي كمان شايفين فسطانة كمان كثير حلو كثير عاملين له موديل حلو من هون قاله كمان موديل الأسود وهون شيفون كمان تنورته غير لون لونه بنفسجي ولحزام أسود عن جد كثير فسطانة حلو كمان حاطة خوزة مثل ستيسي مرسومة عليها كمان لوم طبع ستيسي كان مرسومة عليها نجوم أما هي مرسومة عليها لوم اللعبة كمان شعراتها لونه نفس لون شعرات ستيسي لونه من أشقر بس لونه غريب شوية كما شايفين هذا الأشقر اللي متعودين عليه هذا لونه غريب شوي كمان كثير حلو وغريب أول مرة أشوفه بس كمان كثير حلو كمان لابسة باربي أسوارتين مثل ستيسي بلون فضي والبنفسجي وحاملة شنطة بإيدها شوف الشنطة الشنطة يجب أن تأتي على مقاس ستيسي صغيرة شوية على باربي نجرب نلبسها مقاس ستيسي تمام وكثير كثير حلوة لونه فوشيا بس طبعا ما بتنفتاح بس موديل أنا عملت شنطة لباربي إذا بتحبوا حط لكم رابطة بصدور الوصف فيديو تعليمي نجرب نحط لها لباربي بس ما بظن انو تجي عليها كمان جيت على باربي بس صغيرة يعني مو نورات حسية صغيرة نعم حسية صغيرة مو كتير مقاسة هي اجت عليها بس مو كتير لابقت اللو ما عرف حسيتها لاب على ستيسي اكتر لاب على ستيسي نبتل وارجيكم شلون ما تحتاج لك sisters اوه اخر شي نسيت وارجيكم نضطر them نشاء سوى انو باربي انو ليشوا مو كنا نجو مقاس باربي نجربون الستيسي كانوا كبار على الستيسي نعم مقاسون حتى احسن الستيسي مقاس ستيسي اكتر من باربي اخر شي حبيت لكم يا انه اللابب تحرك ركبته دي فلوسي كلهم بيجو هيك بس اكتر شي حبيته انه كمان حتى اللعبة للزغيرة اللي هي ستيسي كمان تحرك ركبته كمان هي ميزة كتير حلوة اشان اذا حبينا نقعد عن كناباية ممكن تعود معنا بسهولة اكبر طيب ما شايفين ستيسي الاصلية معطتني ركبته اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر